من جد للترحيب بحضراتكم مرة تانية دور ربع النهائي دور التمانية لكاس الرابطة اربع لقاءات مبارح كان فيه لقائين ونهارده لقائين مبارح كان فيه لقائي طلاع الجيش وجونة اتعادلوا واحد واحد وطلاع الجيش كسب بركلات الجزاء الترجحية ستة خمسة الاتحاد السكنداري كسب امبي اتنين سفر والنهارده كان فيه لقائي سيراميك كليباترا واسموحة وفاز سيراميكا اتنين سفر وفوز كبير عريض مستحق للمصري البورسعيدي على بيرمد ثلاثة واحدة عشان كده سيراميك كليباترا هيلاعب في الدور النصف النهائي دور الأربعة الاتحاد السكنداري وطلاع الجيش هيلاعب المصري البورسعيدي طيب هنشوف الاهداف بتاعة الاربع لقاءات سريعا مع حضراتكم نشوف الاول لقاء طلاع الجيش والجونة كان تقدم طلاع الجيش في البداية ثم احرز الجونة هدف التعادل وبعد كده ركلات الجزاء الترجحية قالت كلمتها وفاز فريق طلاع الجيش ستة خمسة عشان يصعد لملاقات المصري البورسعيدي في لقاء هيكون في منتهى القوة ما بين المصري وطلاع الجيش ودي ركلات الجزاء الترجحية والحقيقة انه فرقة طلاع الجيش وايضا الجونة السنة دي وفي الموسم ده من الدوري عاملين شغل جيد ماشيين بشكل كويس بالرغم من قلة الامكانيات وقصة الامكانيات دي هنتكلم فيها كمان شوية ده الاتحاد وجول حلوة اوي 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 من خلد الغندور فاول في منتهى الجمال امبي مع كابتن تمر مصطفى وقدرت امبي عاملين منظومة شبابية جميلة ولكن في الاول وفي الاخر سيد البلد قدر ان هو يحرز الهدف التاني عشان يأكد فوزه عبدالغاني محمد احرز الهدف التاني تحرز سكندري عشان يصعد لملاقات سيراميك ليوباترا اللي فاز النهاردة على سموحة 2-0 ده لقاء بيرامدز والمصري والنادي المصري كان هو البادئ بالتسجيل سجل الهدف الاول لدو جابر وكابتن علي مهر الحقيقة عامل شغل جاي جدا من المصري ويحسب لإدارة المصري مش بس توفرها لإمكانيات مادية وفنية وإدارية جول حلو برضو اوي 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 وفنش في منتهى الجمال من صلاح محسن احدث صفقات المصري القرسعيدي قادما من النادي الاهلي كابتن علي مهر جماعة من المدرين الفنين اللي بيطوروا نفسهم طول الوقت بيشتغلوا عن نفسهم طول الوقت ودي حاجة تحسب ليه طبعا خطأ كارسي من دفاع بيرامدز يعني ان كريم العراق يشوته الاولانية ويرجع الكرة ترجع له تاني وهو في حراسة مشددة من دفاع بيرامدز ويجيب الجول وهو اللي يعمل فيه ويجيب الجول يا جماعة يعني بيرامدز اللي بيحصل فيه مش منطقي ولا طبيعي اللي بيحصل في بيرامدز طبعا ده هدف حفظ ماء الوجه قبل ما نروح بقى للقاء سيروميكا بعد اذنك يا سيد احمد نرجع عند بيرامدز لان اللي بيحصل في بيرامدز لا منطقي ولا طبيعي يعني تقدر تقول ان الهدف التالت اللي انت شوفه بتاع كريم العراقي ده قبلغ وصف وتوصيف للحالة اللي فيها بيرامدز للشكل اللي فيه بيرامدز شكل من اشكال الاداء الوظيفي الروتيني بنيها سهلة وما فاش مشكلة وده يبينلك ان الفلوس ما تعملش كورة وده شفناه حتى في كالسنوة الأفريقية شفناه لعيبة باثمان زهيدة جدا راس الأخضر وموريتانيا وكونغو والمغرب طلعت والسنغال طلعت وجزائر طلعت ومصر طلعت القصة مش قصة فلوس يا جماعة اللي بيحصل في بيرامدز ده مش طبيعي طبعا هو مش مقابل اي حد ده مقابل المصر برسعيدي واحد من كبار الكرة المصرية ومن اهم واكبر فرق الشعبية في لقاء تسياده المصري تماما ويستحق فيه الفوز بنسبة 100% ولكن القصة مش من المطش بتاع النهاردة قصة ان انت بيرامدز بالنجوم اللي فيه بالاسماء اللي فيه حتى مفيش ندية مع المصري اللي بيحصل في بيرامدز على مدار السين اللي فاتت يقولك ان هم بيقدوا اداء روتيني اداء موظفين والان الفلوس الكتير مش هي اللي بتجيب المكسب ومش هي اللي بتعمل فرقة كورة ولا اللي هي بتعمل بطولات بالعكس ده اوقات كتيرة جدا بتبقى نقمة ان انت لما بتدي لعيبة حد كان بياخد مثلا قرش فجأة تديله خمسة ستة قروش طب اشتغل ليه اشأ ليه اتعب ليه بيوصل لمرحلة من مرحلة التشبع الاكتفاء فكرة انه يجز ويغل غل كرة ويحميد عشان يحقق بطولة عشان يرفع من مستوى المادي عشان ياخد عقد اكبر خلاص ما بيقيتش موجودة هو بيتعامل بفكرة ان انا خلاص الدنيا تمام ويجيب عمران والدنيا زي الفل خلاص فانا بلعب اداء مفيش حد كان بيضغط علي مفيش جمهور مفيش 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 فخلاص الدنيا سهلة غير طبعا ان باتشيكو علامة استفهام كبيرة جدا ولغرتم كبير جدا بعد تميز في انطلاقة هي الاحسن لبيرمدز خلال الفترة اللي فاتت دي منذ ظهوره بمسمه الجديد لنزل في زحليقة من الدور العاشر في كل البطولات في الكاس خسر من الزمالك وفي الربطة هدي طلع وماشي بشكل سيء في اخر فترة في الدوري ما تعرفش ايلي بيحصل في بيرمدز وحاجة تستدعي التوقف قدامها بعلامة استفهام وتعجب وستنكار لان الاسماء اللي موجودة في بيرمدز من الدكة برا جهاز الفني نجوم مصر كابتن محمود فتح الله وكابتن جده اسامي دي كوة كابتن هاني سعيد كلهم نجوم كبيرة جدا لقدرهم وفرها لبن العصفور بمعنى كلمة لبن العصفور للعيبة جوه الملعب يعني وشار إليها بالبنان الواحد فيهم تقلو دهب وده يبقى المرضوط في الاخر بالتأكيد ده مش طبيعي نروح بعد كده لآخر اللقاءات كان لقاء سراميكا واسموحها وسراميكا قدر أنه ينتصر على سموحة 2-0 وبالتأكيد كابتن أيمان الرماضي واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا 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 في الدور المصري الفترة اللي فاتت وماشي بأداء هايل ونتائج هايلة مع فرقة سراميكا أحمد ياسر ريان سجل هدف التقدم وهدف السابق سراميكا وبعد كده هدف عكسي راكلة ركنية بيدخلها لعب سموحة في مرمى عشان ينهي هذا اللقاء وبالتالي سراميكا قابل الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي وطلع الجيش هيقابل المصري البورسعيدي ترجمة نانسي قنقر